الجمال اللي بعد كده إنك أنت عملت نقلة لذيذة قوي من صعيدي في الجامعة الأمريكية الشخصية المتوقعة التقليدية بتاعت أصحاب البطل ومش عارف إيه لأدريانو دي حاجة لازم يعني إيه واحد برضو يقف هنا ويشكر دكتور محمد العدل لا هو أقول لحضرتك على حاجة والواحد يقول الحق يحق يعني قال العدل والعدل جروب متمثلين في دكتور محمد العدل عام سامي رحمة الله عليك العدل فيلم أستاذ جمال وأستاذ متحت هما بعض ربنا سبحانه وتعالى هما أصحاب فضل على جيل كبير أنا واحد منهم واللي يقول غير كده يبقى ناكر للجميل بجد أصحاب فضل على جيل كامل نقلة حصلت في السينما قصدنها بقى مش قصدنها وأكيد قصدنها لأن دي ناس يعني إحنا بنتكلم على ناس دوي قيمة وقامة يعني أكيد طبعا قصدنها بس خرج يعني هنيدي أنا وجهة نظر إنه هنيدي كان راس السهم اللي عدت وعده وراجل كامل بصراحة يعني هنيدي بقى بالعبد لله بكريم بعلاء والدين بكل المجموعة خرج أشرف كان سبقنا أشرف وآدم يعني كان التاكيك هوف بتاعهم أشرف وآدم إحنا كنا بنشتغل وأشرف وآدم سوبر ستارز وما زالوا سوبر ستارز وإحنا كنا بنشتغل في محرابهم يعني بس يعني الحق وحق دكتور محمد العدل يعني علمنا حاجة كتير طبعا لا لا محمد له أثر طول عمره منتج مسابر وعنيد ودقوب ودقوب جدا فالنقلة دي كانت مهمة قوي في حياتك النقلة دي بصراحة يعني دكتور مدحة العدل أنا بوجله تحيتي برضه من خلال حضرتك يعني تمسك بيها جدا وفي ناس مش عايزة يعني مش عايزة ناس تسقط مني بس مثلا سعيد حامد طبعا سعيد حامد ده صاحب فضل كبير صاحب فضل كبير شاما فين سعيد حامد ده مستغلش لها سعيد لا موجود سعيد أيوة لأ بس إزاي يعني مخرج زيه ده مثلا عمل كل النجاحات والإبارات الزول الزول واللأ بيشتغل بيشتغل وقريبا إن شاء الله حضرتك يعني هتسمي حاجة كويسة عنه إن شاء الله بإذن الله يا رب بإذن واحد أحد دكتور مدحة العدل طبعا يعني كلامي مجروح فيه مجموعة كبيرة خرجت أدريانو يا كاد يكون شخصية حقيقية شفناها هناك يعني شفنا شبهه كتير وإسم الحقيقي كان قادري في الفيلم وبعدين إنت برضو كان في شجاعة ما إنك إنت على أبواب الجان شمبرم بيه الحليه والمسبسب المسبل مش عارف إيه فجأة إنت نفسك اقتنعت بإنك تحلق زلبطة آه دي حقيقة وتبانج وكأنك مجرم محترف بولطجي يعيش يعني مش أي حد بيوافق على الحاجة يخاف قوي هو الدور كان حلو آه طبعا كانت فرصة بالنسبالي مع محمد الله نسي بالخير مع هنيدي دكتور مدحة العدل كان كاتبه بمزاق شغل المعلم اللي ابنه آه دكتور محمد كان عنده مبدأ إن دايما الأفلام اللي بتتعمل ما هي إلا تفريخ لممثلين آه يعني كل خمس ممثلين لو طلع عندك ممثل واجهة أو اتنين أو تلاتة دي حاجة كويس آه والسوق أيامها كان زحمة وكان يعني كان يستوعب عددنا الكبير وما زال يستوعب رجارلس أو نهيك يعني الظروف اللي بيمر بيا بشكل عام آه بس ما زال يستوعب فعمش هقدر أقول لك غير إنه مش خطة ولا توجه ولا فكر ولا استراتيجي هي الله رز الله الله آه الله بس ونعمة بالله آه